قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديار رشوان إن الجودة المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة أوشكت حتى الآن على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين وأضاف رشوان أنه بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرة والمحتجزين فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغزائية والوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطع مشيرا إلى أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي هذا وتشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية ما يجعل الإجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا